هو حبيبي بس لازم انكشه لازم انكشه الحقيقة والحقيقة مش هو بس بقى اللي بنكشه انا بنكشه و بنكش كمان الشركة التجارية اللي عاملة الاعلان ده فيه اعلان ينزل دلوقتي على الشاشات التلفزيونية مش عارف حالكم شفتوه ولا اقا بس طبع مش اقول اسم الشركة علشان احترامت ليهم والقائمين عليها ثانيا انا مش قضيتي في الشركة انا قضيتي فيه محتوى الاعلان نفسه الاعلان اللي بطله او نجمه رضا عبد العال واللي متعلق بانه معمول لتشجيع المنتخب في كأس الامم الافريقية اللي هتبدأ يوم الحد اللي جاي منتخب مصر يلعب في كأس الامم الافريقية في كوندفور والمطشط هتبدأ يوم الحد اللي جاي فالمفروض معمول حملة اعلانية بطالها رضا عبد العال عشان تشجيع المنتخب في كأس الامم حلو حلو افاجأ بقى ان فيه مشكلتين مش حلوين مش حلوين خالص الحقيقة اولا اختيار رضا عبدالعال نفسه وانا قلت لكم في البداية هو رضا عبدالعال حبيبي وصديق ومحب انكشه زي ما هو بيحب ينكش مصر كلها كنان بحب انكشه كمان رضا عبدالعال نجم واي حد يستخدمه في اعلانات حقه وهو ينفع في اعلانات كتير بس في اعلان زي ده بازاي انه اختياره مش موفق قوي عارفين زي الفن كده لما المخرج يختار ممثل مش لايق على دور ده بنسميه ايه ميس كاستنج ميس كاستنج يعني اثناء الكاستنج اثناء اختير الادوار هو عمل سوء اختيار الممثلة دي مش احسن ممثلة تقوم بالدور ده وكذلك في رأي ان رضا عبدالعال مش احسن واحد يلعب الدور في الاعلان ده ليه مش كرا في رضا رضا بالعكس كاريزمة ولطيف وده مخفيف وإفهات ولطيفة وبيقول ان الخطط ممكن تبقى اربعة تين تلاتة واحد يعني اللعيبة كلهم تسعة ما كملهمش حتى 11 فلطيف قوي كلنا ان رضا عبدالعال من اكتر المحللين اللي لم يكن اولهم اللي بيقطع في المنتخب وفي جهاز المنتخب ومدرم المنتخب اللي هو روي فيتوريا والكلام طبعا مش انا اللي بقوله حالاكم شفتوه على مدار السنين اللي فاتت فيني وجعك طول الوقت يقول لك منتخب وحش روي فيتوريا ما بيفهمش ولازم يمشي ولعبت المنتخب مش عارف نصوم ضايعين ومش عارف كزا فانا بعمل اعلان لتشجيع المنتخب جايب فيه واحد هو اكتر واحد بيهاجم المنتخب وجهاز المنتخب ومدرم المنتخب هل ده يعقل ما يعقلش من وجهة نظري من وجهة نظري يمكن لهم زاوية تانية لو وصلوها لي واقتنعت بيها هحقولها بس انا شايف من الزاوية الواضحة ان انا لما اجيب حد اجيب الداعمين للمنتخب مش اللي بيقطعوا فيهم ده رقم واحد رقم اتنين مانوش علاقة بقى برضا المحتوى الرسالة بتاعت الاعلان نفسها الحياة نا مستغرب لها جدا جدا عافش شفتوا الاعلان ولا لا ان الاعلان قاعد رضا بيشرب عصير ولا بيكون سنونشو بتاعه ومطشن المنتخب في البطولة بقى في ظهره شغال وهو مش مهتم ومركز في الاكل فبيقوله مش عارف ايه قال له اي عمى خلينا بس مش عارف ايه ؟ خلينا ninth اللي هو مش مهتم خلص بالمنتخب الا الى بي انو احصى وسعار اللي في الاخر الاعلان بيقول ايه رجعولنا الكاس رجعولنا الكاس يرجع لنا الحماس مركزين رجعونا الكاس يرجع لنا الحماس معنى الكلام ده ايه ان احنا مش متحمسين دلوقتي وان احنا مش مهتمين روحوا بقى ويلعبوا وربنا يوفقكم لوحدكم ولما تكسبوا ويرجعوا بالكاس ساعتها يبقى رجع لنا الحماس ونشجعكم والحقيقة دي رسالة انا شايف انها رسالة خاطئة جدا 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 وسلبية جدا 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 وعكس ان المفروض تحصل اللي المفروض يحصل دلوقتي ان احنا نحشد الجماهير من اجل تشجيع منتخبها في البطولة وثانيا وده الاهم يا سادة يا محترمين يا قائمين على هذه الحملة الاعلانية هو احنا من امتى بنشجع منتخبنا لما يكسب احنا بنشجع منتخبنا لانه منتخبنا بس احنا بنشجع منتخب مصر لان دي مصر كسب خسر شجعناه وبنشجعه وحنفضل نشجعه احنا بنشجعش لما يفوز بالبطولة احنا بنشجعه عشان يفوز بالبطولة وقدين بالكم الفرق احنا بنشجعش بناء على ان فيه بطولات بتيجي احنا بنشجع علشان ده الكيان وده الوطن وده المنتخب اللي بيلعب باسم الوطن وبنشجعه عشان نزود حماسه عشان يفوز بالبطولات ويرفع اسم الوطن مش العكس مش احنا حطين رجل على رجل وقاعدين اذهب انت وربك فقاتلة وانها هنا قاعدون وبعدين نستنى لما يبقى يكسب ديبقى نسقف بقى ونحنبس لا يا بفيش كلام من ده دي مش رياضة ومش تشجيع ومالاش علاقة بالقيم والمورال والاخلاقية بتاعت الرياضة فانا ارجو الحقيقة ارجو هم المنتهى الادب والاحترام القائمين على هذا الاعلان ان هم يرجعوا المادة الاعلانية والمحتوى اللي فيه واحنا لسه قبل اياما هم عندهم فرصة ان هم يعدلوا عشان يبقى الاسلوجان بتاعه كلنا ورا منتخب مصر كلنا حنشجع مصر كلنا في نفس واحد بنقول تحية مصر مش مستنين البطولة عشان نبتلي نهتم ونتشجع ده احنا النهاردة من النهاردة عادين اهو عميين نعمل كده ويا رب يا مسهل وفضل كام يوم على البطولة وبتاع وبنحجز اما كدنا اللي هنتفرق فيها وبتاع هم دول المصريين مش مش مهتمينه ومش متابعينه عميين يكلوا سن دول شاتو سامين منتخب مصر يلعب لوحده نعم مش حلوة بصراحة وما عجبتنيش وارجو انها تتعدل ما فيهاش حاجة ممكن تكون النية كويسة بس التنفيذ وصل لرسالة مش مظبوطة اوي ترجمة نانسي قنقر